الله عشان تبتدي ظهري يباين كده ولا ها هذا كل هذا سمعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا اليوم الاربعاء السبعتاشر اكتوبر في مدينة الموصل في حي الزنجيلي وكما نرى الان هذه البنايات المدمرة كلها عن بكرة ابيها وهنا ايضا احياء كاملة 50% 60% 80% دمر تدمير كامل من هذه الجماعات التي لا نعرم من اين اتت لنا فان اردنا ان نرى مثل هذه البيوت التي دمرت والشوارع التي اصبحت خوية على عروشيا والالاف المؤلفة ومئات الالاف من الناس والملايين التي نزحت من الموصل وصلاح الدين وتكريت والانبار وكل هذه المناطق نجد اننا نبد ان نتكلم عن احلام هؤلاء الناس وارواحهم التي زهقت ودماءهم التي سكبت ومقدراتهم التي نهبت الى اخره والان هؤلاء الناس يحتاجون الاساسيات 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 لكي يرجعوا مرة اخرى الى ديارهم والى قراءهم والى مدينة الموصل التي نحن فيها الان ثلاثة مليون عراقي يعيشون نازحين منذ سنوات فاين نحن الان ونحن نتلهى اليوم بالتصفيات لكأس العالم في روسيا العام القادم بسلسلات العربية والتركية الارب ايدولز الارب جود تالنت والاغاني والمراقص الى اخره وهناك شعوب صنعت حضارات كالشعب العراقي يعاني ويئن معاناة شديدة جدا منذ سنوات من هذه الجماعات الارهابية التي لا نعلم من اي فتا أتت نحن نريد الموصل وغير الموصل نريد لهم بلك الاساسيات 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 كالماء والغذاء والكهرباء لكي يستطيعوا ان يرجعوا مرة اخرى الى مدنهم وقراهم واحياءهم وشوارعهم في المنطقة دي فقط لا تعبر عما حدث في الموصل في هذه الاعمال الارهابية العنيفة التي قام بها هؤلاء الناس ولذن لا ندري من اين اتوا وكيف وصلوا ومن يمولهم ومن يمدهم بكل هذه المعلومات عن تدمير وتهجير تاريخ يطمس ثقافة تمحة وارواح تزهق ودماء تصفك ليس فقط في الموصل لكن في صلاح الدين ولكن في الرمادي ولكن في تكريت وفي مدن كاملة اصبحوا احياء كاملة اصبحوا خاوية على عرشاء وكأنها نخرج من الحرب العالمية الاولى او نخرج من الحرب العالمية الثانية هذه لقطة لقطة لنا كي نفيق كي نفيق ونضع انفسنا ومشاعرنا واحلمنا تجاه هؤلاء الناس الممتحنين الذين كانوا من اكرم الناس واعز الناس واغلى الناس وسنة وحضارة وثقافة وتاريخ والعلاق معروفة بتاريخها وحضارتها وثقافتها ولكن اين نحن الان من هؤلاء الناس الكرام الكرماء ونحن المحتاجون عليهم هم لا يحتاجون علينا لاننا الدعفاء وهم الاقوياء اننا الادلاء وهم الكرماء انهم الاغنياء ونحن الفقراء انهم الاقوياء ونحن الدعفاء انهم الاصحاء ونحن المرضى المرضى الذين لن نستطيع ان نحدد معالم المرضى النفسي الذي يصبنا ونتلهى بملاهي الدنيا وانشغلتنا في الدنيا ونترك مثل هذه الشعوب التي كان لها فضلا علينا كثيرا على كل الشعوب كل الشعوب الغنية الآن في المنطقة العربية العراق كانت تأويهم وتطعمهم وتكسيهم وتعلمهم بالمجان في خلال الخمسين عام الماضية واليوم نداء للعراق من داخل الموصل أفيقوا أيها الناس اللي قد لا تصابوا بما أصاب الشعب العراقي أنتم المحتاجون أنتم المحتاجون أنتم المحتاجون أنتم الفقراء أنتم الفقراء أنتم الفقراء فاغنوا أنفسكم بمساعدة إخواننا في العراق اغنوا أنفسكم بمساعدة إخواننا في العراق اغنوا أنفسكم بمساعدة إخواننا في العراق وقدوا حوائقكم بأن تقفوا إلى جانبهم ولا تنسوا قضية العراق في كل مكان في العراق الذي هجر منه الملايين من الناس ونراكم مرة أخرى من مدينة أخرى كي لا ننسى العراق أو ننسى أي مكان يقع فيه كارثة ويغمم أو يتمسه الإعلام إعلام كثير لا يأتي إلى العراق لأنه لا يريد أن يظهر القضية الإنسانية داخل العراق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الموصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الموصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الموصل